أعطي صلاحي يفتح الكاميرا وعطي صلاحي يفتح لك الميكرو ما عنده حتى شيء أساس وما عنده حتى شيء معنى سناب تيوب تطبيق تجسسي مئة في المئة وحنا النار كتفاجأ سيدا كي وصلوها التصور ديالي كتدوش كتب الدلالية بدأتك تتعرض للابتزاز وبدأتك تتعرض للتعديد شوفت واحد فيديو ديالك في هذا الرابط هذا تدخل هنا ايه وشوف بيدك وتأكدوا هناك طريقة سهلة لكي تأكد بمكين انت شيء واحد يتجسس على الواتساب نحن نقوم بعمل روبريت في حالي كم قلوه التليفون ديالك منتاع عند بالكدابة إلى فورماتي لا يستطيع أن يرجع ذلك الشيء الذي كان فيه إنما يا صديقي انه يرجع السلام عليكم معكم محمد بوسليم مدينة طنجا صنع محتوى تقني وفي كل ما يتعلق بالأمن المعلوماتي بالنسبة للضمين ديالي بالضبط هو كرياسيون سيتويب يعني في الأول كنت متخصص في كرياسيون سيتويب من بعد حاولت عاوتاني نتعمق شوية ونتخل في الأمن المعلوماتي وصيبر سيكوريتي حماية الأنظمة الأمنية من بعد عاوتاني حاولت أنني نتقرب للناس كتر ونبدأ نعطيهم شروحات على الهواتف وعلى الابليكاسيون التي يستعملوهم في الحياة ديالهم اليومية ونحاول نوعية ومن بعد تطبيقات التي يكونوا ضارة ومن بعد أفعال التي يعملوهم مبدون قصد التي يمكن أن تشكل عليهم خطر مثلا نريد أن نفتحوا واحد بين قوسين على الابليكاسيون سناب تيوب سناب تيوب تطبيق تجسسي مئة في المئة تطبيق تجسسي مئة في الكثير من الناس على أساس أنهم يشارجوا الفيديوهات وموسيقى التي يعجبهم وإنما بعد أن تنسطل يطلب منك صلاحية وعطيه صلاحية يفتح الكاميرا وعطيه صلاحية يفتح لك الميكرو ولكن لا يوجد أي شيء أساس ولا يوجد أي شيء معنى وطبعا هناك الكثير من الابليكاسيون لا يمكن أن يكونوا مكاملين عدد لا يحصى الهدف من هذه التطبيقات التجسسية تجسس أو اختراق الذي يكون مستهدف يعني مستهدف واحد شخص معين عن طريق تطبيق أو عن طريق واحد الرابط كل واحده تطبيق الذي يكون عشوائي يعني ينزل لك تطبيق هذا هو تري شارجي الغرض منه أنك تري شارجي الموسيقى أو أنك تفرج في القنوات وإنما في المقابل يستعمل بالمعلومات الشخصية أو وفي الكثير من الحالات التي أصدفناهم تطبيق هذه المشاكل سيدك تقاتل مع الوقت هذا المعنى وخدام هذه المشاكل في حالة أي ناس عند انستغرام أو فيسبوك تخلق لي وحسية تريد أن تزيد من المدخول وتدخل معنا وتعاون رأسك قلت له أنه لا يوجد شارس المال قلت له أنه لا يوجد شارس المال ودخل معنا ونرى ما يوجد ومن بعد قد تستطيع أن تنفيسي السيدة قالت أنا لم أخسره لذلك سأجرب قلت له أن تنفيسي قلت له أن تنفيسي لكي تنفيسي ونرى الأمور وكيف تنفيسي ما كان السيدة ضربت شهر الأول شهر الثاني شهر الثالث قلت له أن تفاجأ السيدة ووصلها إلى تصورها وهي تدوش تصورها وكتب الدلالية تصورها وهي في الخدمة ونحن نقول لكم تصور كيف تنفيسي تتعرض للإبتزاز ونحن نتعرض للتهديد مع كامل الأسف يقول لك أصحبت لي أربعة ملايين من هنا يوميين أو أصحبت لي أربعة ملايين من هنا لغداء إلا لا تصحبها سأصبح تصور الوالدة ونشره أو سأصبح في نهاية المعطاف لا يمكن أن تعمل السيدة لا يوجد لا يمكن أن تنفيسي الرغبة سأصبح تصور الوالدة وأخير مرة كنت أصدرت معها يعني خليتها خليتها مع الوالدة لك أن تفكوم أول حاجة لا يجازيكم بخير لا تبقى التقيق وفيديوهات 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 شركة أبل يقول لك مقاومة ما تقول لك يعمل به ما تريد يعني يقدر يقاوم الماء على واحد فترة محدود وقضية تيريفون عمره لا تفتح ما تقدر نعم به تيريفون يخرج مدار لأبل تخرج في طبقة مقاومة للماء فعلا ريكو باستخدام يتم تدخل في الماء وإنما مع استخدام مطول كلما تيريفون يدخل فيه مقاومة تضعف هذا عليك تيريفون من يتعون به مرة الأولى ما يوقع الأولى مرة الثانية ما يوقع الأولى لم يتعون به تمام هذا الطبقة الحمايات وليس تقوم بالمهم وضعف لإنما نضيف تيريفون ما الذي تفتح أو ما الذي تفتح لا تأتي فيها الطبقة الحماية لماذا؟ لأن الطبقة الحماية تأتي مخصصة من الضر الأبل كان هناك بعض تقنية التي يستطيعون أن يركبوا الطبقة الحماية لذلك في خلاصة القول لا يوجد أي تليفون الذي تستطيع عمله في الماء لا في الماء بيسين أو في الماء البحر أو الماء مالح يجب أن يقوم بالتليفون وتكرفص على الكارت لذلك نتمنى أن هذا الفيديو تتعلم هناك قضية هذه الروابط يعني إنه رابط يستطيع أن يوصلك لا يمكن أن نضرب عشوائية أو يمكن أن نضرب الدرجة التي أعرفها هنا يقول لك مثلا أن هناك ميساج يقول لك دخل و ترى التصور في هذا الرابط أو ترى الفيديو في هذا الرابط و تدخل هناك و تأكد هذا ما يحدث بين قوصة تسمى السكام يعني أنه ستدخل إلى هذا الرابط أو لا ستدخل إلى هذا الرابط إما ستطلب منك و إما سيكون لديه لكي يتحكم في أي موقع التواصل مثلا في فيسبوك أو إنستغرام أهم النصائح التي نحاول أن نركز اليوم هو أنه التليفون تلك التعامل مع القمبو أو موقع الناس الذين يشربوا تليفون بأمكانك و أعين شيء و لا يعرفون شيء بالخطورة التليفون بأمكانك أي أن التليفون مستعمل النقطة الأولى النقطة الثانية أن تبعوا الناس الذين يريدون يبعوا التليفون أو الناس الذين يريدون يبدوا التليفون لسي يكفي و الخطورة التليفون لعمل الفرمت لا يستطيع أن يرجع ما كان يريدك و إنما يا صديقي يمكن أن يصد رؤيتها أمتك و المالك يرجع ولكن عن طريق البرمت البرمت إلى فرمت تليفون لأنك البرمت توهم النظام أنه يستحق و على عكس الفلاش إذا فلاشتك بالتليفون سوف يدخل روم جديد يتمسح النظام كامل الذي لديك بالتليفون و يدخل نظام آخر هل فهمتوا؟ دائما حاولوا تعتمدوا على هذا بالنسبة لأننا نتأكد بالتليفون لأنه لا يوجد مشكل لا يوجد أبليكاسيون ضارة و التي تصل للصلاحية هنا الطريقة بسيطة تستطيع تأكد بالتليفون لا يوجد أبليكاسيون التي تستهلك أو تنتهك الخصوصية هذه الفناية تبقى معي نرى في حناننا نرى نقلصها على الصورة الصغيرة جيميل نقلق على 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 تشكيل هذا إذا جعلنا هذا على مفحول هذا أعرف أن هذه الأبليكاسيون التي تريدهم كانت من المشي ضارة فهمت؟ و إذا نريد أن نتأكده نقوم بعمل هذه الأناليس على تشكيل هذا فهمت؟ أما إذا كان هناك أبليكاسيون تجسسية التي تصل إلى الميكرو أو تصل إلى هابويت لأي حاجة التي تعتمد على هذه الخصوصية ولكن لا تستطيع هذا بصفة نهائية تستطيع أن نظام الحماية مقفل يعني مشتد جميلة بالنسبة للواتساب كان هناك طريقة سهلة كاملين نعرف الواتساب يعني أي شخص يستطيع أن يدخل ويستطيع أن يعرف المساجات ويستطيع أن تصل إلى المساجات كان هناك طريقة سهلة لكي تأكد أن لا تكون أحد يتجسس على الواتساب وهذا يبقى من طرق يوم سهلين وعمليين ونصحكم أن تعتمدوا عليه بالنسبة للواتساب ونحن هنا ونحن ندخل هذا الواتساب ونحن ندخل هنا يعني إذا أجبت هذه الخانة خاوية أعرف بالنسبة للواتساب لا يستطيع أن يتجسس على الواتساب وهذه القضية معروفة الواتساب وإذا أجبت مثلا جوجل كروم أو نافيغاتور أعرف بالنسبة للواتساب مراقب من أن تعرف شيء واحد يعني تأتي هنا ونحن ندخل الغيزة ونحن ندخل هذا ونحن ندخل حالة لأنه شخص يرقب لك الواتساب ونحن ندخل هؤلاء الأمور البسيطة التي نستطيع أن نعتمد عليهم الرسالة الأخيرة أتمنى أن أي شخص أعرف رأسه كيف يتعامل مع الواتساب والثيقة لا يوجد شيء سواء تشري الواتساب أي شيء تعالق في الواتساب أعرف كيف يتعامل معه عندما تشري الواتساب أو أي شخص يتشري الواتساب أعرف رأسك ما يتشري وعرف رأسك ما يتعامل لأنه عندما تشريت الواتساب وكان مستعمل أو تشريت الواتساب سيشكل لك خطورة كبيرة تصور مع الواتساب سترك فيه أو شريحة الاتصال سيطلع عند رجال الأمل سيصنعوا عليك سيأتي عندك فيه مهم هذه القضية تشكل خطورة كبيرة وكثير من الناس لا يتعامل لذلك خلاصة القول حاول تعرف رأسك ما عندما ستتعامل وما عندما ستتشري لأنها تشكل خطورة وكثير من الناس لا يتعامل نتمنى أن تكون حسنا ونتمنى أن تكون فيدتكم هذه المعلومات وهي بسيطة وقربتكم من خطورة الموضوع نتلقى بشي ساعة آخر إن شاء الله الانستغرام هو الذي تشوفوا هنا أي شيء مرحبا بكم أبيانتو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد